طيب مهندس نريد أن نعرق اليوم على ما يدور في الإعلام الغربي تطرقنا سابقا عن الإعلام العربي وكيف أن بعضه شق منه نشاز يتولى أيضا أو يتبنى الروايات الصهيونية بالنسبة للإعلام الغربي الذي بان تناقضه في هذه الأحداث وكيف أنه يعامل قضية الأوكرانية الروسية مثلا على النقيب تماما عما ينظر إليه مع الكيان الصهيوني وغزة كيف تقيم الإعلام الغربي وانكشافه بعد كل هذه الأحداث أولا الإعلام الغربي يعني إعلام مرتزق أنت لك أن تتخيل إن كانت الحكومات أصلا حكومات مرتزقة ترتزق من إيباك مثلا في أمريكا وترتزق من المنظمة الصهيونية العالمية تأخذ رواتبها منها تأخذ أجرها منها فما بالك بالإعلام؟ إعلام ذراع قوي يعني هي تستخدمه الصهيونية استخداما عبيثا وكما قلت لك السابع من أكتوبر أتى وضرب هذا الإعلام أقل قليل الآن يعني شوية قليل ضغطهم ما الميم ما ميم وهذا الحاتث الذي يأتون به من الأخلاق ومن السوء يعني شغلهم هذا من فضائل الطوفان الأقصى أن شغلهم لذلك الإعلام الغربي ليس سهل أن ينعتق على المستوى القريب ولكن بدأ شيء من التخلق مثلا لو تذكر في مستشفى الشفاء لما كان الصهيوني في جيش العلو يعني يتكلم يعني كنا نذكر التقويم استخدموا لحد أثنين كيف ضحك ذاك يعني بي بي سي أتوقع كانت أتت بعد ذلك بي سي أن أن بعد حين أتت بتقارير يعني تنفزيونية جدا قوية وجدا تهاجم الخيان فالتحول موجود ولكنه محدود مهما كان الناس المنفذون يريدون أن يتغيروا الإعلاميون نفسهم أو أنفسهم الذين يديرون حلقات البرامي أرادوا أن يتحرروا تأتيهم يأتيهم الضغط من فوق بل تعرضوا الفصل من أربابهم نعم بعضهم تعرضوا بعضهم هددوا في أهله إذا وزرت خارجية جنوب أفريقي المسكينة هددت في أهله أقول لك نعيش بجاحة غريبة فلذلك الإعلام الغربي ليس سهلا أن ينعطيقة وبسهولة لكن أتوقع الإعلام بديل له أثره يعني التك توك المواقع التواصل المواقع التواصل بشكل عام لها أثرها في عملية الموازنة وقد أثرت كثيرا على الإعلام التقليلي الذي هو تحكم به من الكثير يعني النظام الصهيوني بشكل عام ولكن حتى حتى المنصة التواصل هذه يعني كما أكس الآن وكما غيرها أيضا متأثرة يعني الكثير من المؤثرين يعني من لعب كرة القدم الممثلين الكبار بعضهم حتى مغنين ولكنهم يقفون وقفة صادقة مع قطاع غزة نعم ويشاهدهم الملايين من الناس ويفقدون الشهرة ويعرضون مهنتهم يعني الفقدان وشهرتهم الفقدان صحيح يعني آخر واحدة خمس واحدة الناشطات تقول أنا ما أهتم عندها منصب وعندها يعني جمال وعندها يعني مكانة يعني تقول ما أستطيع أن أصبر الضمير الإنساني يعني بدأ يعيش ويحيح والآن المعادات السامية هذه نعم كما يقعون يشسمون هذه البعبع هذه اللي يستخدمونها لأن العجيب أن أهل الفلسطين هم ساميون نعم والكيان يمارس معادات السامية في أهل فلسطين صحيح لأنه يبيده هم ساميون ويقتلهم هم ساميون ويحرقهم وهم ساميون فالكيان أصل المعادل السامية بالمعنى بمعنى الإبادات وكذا لأن الإبادة الآن في الساميين العرب العرب ساميون هم أولاد عمهم بين قوسين أصبح مهندس حتى من يلبس مثلا الكوفية أو فقط علم فلسطين مضي في الطيران وغيرهم أصبحوا يتهموا قبل هذه الشركات ويحددون في وضائفهم لأنهم معادلون للسامية صحيح وبينما هو العكس المعادل السامية الآن أمريكا تذكر لأنها على رأس الهرم عسى الله يحررها يعني من قبضة صحيحونية لأننا أعتقد الأمريكيين الشعب يعني فيه من الخير ما فيه صحيح وأعتقد أن شرفاء كثيرين هناك موجودون في أمريكا ربما سيكون له دور في تحرير تحرير السياسة الأمريكية وبالتالي تقديم مصلحة الأمريكان على الأمريكيين قصد الشعب على الخارج وعلى إشعال ذلك ربما سيأتي وهو لما أقول لك بعد عشرين سنة صحيح قد تحرر أمريكا من قبل أهلها من قبضة الصهيونية التي الآن يعانون منها فلذلك الإعلام نرجع عليه سهلا بالتغير لكنه الأمور إن شاء الله والطوفان جاري ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين نشاهد نشاهدها يعني جدا واضحة وقدا يعني تؤول وقدا في الأحداث سبحان الله بدون تخطيط نعم وحرية التعبير التي يزعمونها والتي ينادون بها في كل ميدان ولت فهمناها اليوم ما يقصدون بها ولت وذاق أهلهم صنوف العذاب لأنهم صدقوا الدستور يعني في الدستور يعني 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 أقول لك أنظمة الحاكمة هناك يعني نسفت بالدستور نسفت بأول بن في الدستور لما قاموا يعني يمنعون التظاهرات والتخييم والتعبير فهذه النزقات زينصة هذه الأشياء الصادمة جيدة لأنها هي التي ستحدث الفرق لاحقا صحيح هذه الخلقلة هذا الصدام الموجود هذا جدا مهم لأنه هو ما سيبدل المستقبل ويعني يشرق النور بعد هذه الظلمة التي نعيشها اليوم إن شاء الله بإذن الله بإذن الله